ناس كتيرة قوي بتفتكر أن شهر رمضان كسر صيامه يبقى لازم أسرف في تناول السكريات وتناول النشويات وتناول البخوليات كل دي بتعمل انتفاخ مفاجئ في حركية الجهاز الهضمي بتصيبك بالتخمة هل في دكتور ناس عندهم تباطق في حركة الجهاز الهضمي بطبيعة الحال؟ في ناس طبيعيا حركية الجهاز الهضمي عندهم أقل ليه؟ دي للناس اللي هما ما بيمضغوش الأكل كويس اللي بيزلط كل ما بتعود جهازك الهضمي على أن انت تزلط الأكل بسرعة ما تمضغوش كل ما حركية جهاز الهضمي تتباط يبقى الناس اللي بيمضغوش الأكل كويس الناس اللي بيسرفوا في الخناء والكلام أثناء الطعام انت عارف أن في نصيحة طبعا لا تغضب على طعام دي نصيحة قيلها جدي الفرعون اوعى تنفعل ولا تتخانق ولا تتشاحن وانت على أكل لأنك تشاحنت على الأكل وتخانقت وتناقشت فيه راجل مثلا ما يحبلوش يقنب ابنه قل على أكل يقول لك يوه انت عاكنين انت علي سديت نفسي صح؟ مش ده بيحصل؟ طبعا ايه اللي بيجرى؟ لما بيزعلك وبينرفزك الأدرينالين بيعلى في دمك والكورتزول بيعلف دمك فده على طول بيأثر على مركز الشهيه يقول لك نفسي تسدد طيب اللي عنده أدرينالين عالي وكورتزول عالي ضربات قلبه سريعة وأصلا الهضم محتاج دربات قلب محتاج دورة دموية كويس فتلاقي على طول جالوا خفقان جالوا احساس بالألم احساس بالانتفاخ بلع هوا زياد اتنفخ الجهاز الهضم زياد جالوا تخمى عصرها يبقى أرجوكم بلاش المشاحنات على الطعام يعني التخمى بس سببها بس الأكل الكتير لا ممكن يكون فيه أسباب تانية سببها دي أنا هو ما بيمضغش الأكل كويس فيه ناس بتتشاحن وتتخانق على الأكل ما بحلالاش إلا كده فيه ناس بقى بيصرفوا في تناول الميا والسوايل بين الوجبات يعني أنا ايه أقول لك أبلع باللقمة يعني ايه تبلع هل أنت عندك جفاف في الفم هتروي الفم الأول بشوية المياة اللي أنت شربتهم وإذا كنت حاسس بجفاف في الفم ممكن تتمضمط يعني تاخد المياة دي ترشفها الرشفة الخفيفة دي بتديك إحساس بالارتواء هنا لكن أن أنت تاخد لقمة وتبلعها بمية أو تبلعها بأي عصير ده هيعمل لك مزيد من الامتلاء ومزيد من التأخر في حركات الجهاز موسيقى